على امتداد هذه الصحراء تواصل قوات الجيش الوطني التقدم في مدير يتميدي التابعة لمحافظة حجة المصادر الميدانية تؤكد صد الجيش الوطني هجوماً للميليشيا حاولت من خلاله استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين جنوب شرق المدينة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا طيران التحالف العربي بدوره استهدف بغارات مكثفة مواقع وتجمعات الانقلابيين شرق المدينة وتحديداً خلف قلعة القماحية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 عنصراً من الميليشيا غارات التحالف العربي امتدت لتشمل مناطق مزارع الخضراء والخميسي في المدينة ما أدى إلى تدمير دبابة وعربة عسكرية إضافة إلى مدفع هوزر جنوب المدينة وفق ما أكده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة يصعد الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي من عملياته العسكرية على الساحل الغربي لمحافظة حجة بهدف التقدم والسيطرة على مواقع جديدة والالتحام بقوات الجيش الوطني المتواجدة في المخى والمضي قدماً نحو تحرير مدينة الحديدة واستعادتها من الانقلابيين ترجمة نانسي قنقر